أعود إليكم من جديد مشاهدينا تعرف مختلف محلات بيع التبغ والسجائر شحن في الكميات سبب حسب أصحابها يعود إلى عمليات تكديس السلع والتي يقوم بها بعض الجملة تحسبا لاستغلال الزيادات المرتقبة مع قانون المالية الجديدة مزيد من التفاصيل مع صفوان أحمد عيسي وجمالدين بوشا هاي زيدوني كالة طهيرة دخانة وزاد دخان وزاد؟ أزاد مش قرار ما زيدوش حديث هؤلاء المدمنين عن زيادة التبغ لا يقيل عن حديث الباعة الذين نافذت كمية التبغ بمحلاتهم السبب حسبهم لجوء باعة الجملة إلى تكديس السلع تحسبا للزيادات المرتقبة مطلع 2017 البارح رح نقضي الدخان والله غير يا أخو كي ما نبالك ما كاش قال لي ما كاش رحنا نقضيه مكالينا ما عدناش باش نبيعه كي ما كتوف حناي احنا ما عدناش باش نبيعه ومبلعان يداروها باش يزيدونه البارح كانت الشركة اللي هنا عندي من الشركة رحو يخرج نورمال بفريد اللي قديم بس حليك روسيست قال لي ما كاش الدخان رحو رايح يزيد صافي ليك روسيست رح ما رحبو يزيدولو هومو مشي سطايم اللي رايح تزيدولو مفارقة عجيبة تصنعها تصرفات بعض المدمنين حيال هذه السموم التي تسوق لهم يوميا الإدمان عندهم لا يؤمن بغلاء الأسعار والارتفاعها يزيدولو يزيدوش حي يزيدولو ما دامني نتكيف نشراه وقال لي تكيف ويشراه وليقول لك ما يقدرش نشراه ما كانش منها يشراه بس كو يتكيفه غلاء الأسعار لا يعنينا شعار اتخذه المدمنون عنوان لرفضهم هكذا تصرفات رغم الزيادات المرتقبة خلف إجراءات قانون المالية الجديد ورغم تمهيدات بارونات التبغي والسجائر بالزيادات المنتظرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة